هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي وكل الأراء اللي عم تسمعون بهيدا البودكاست هي رأيي أنا وهيسم بس وما بتمثل حكواتي أول شي بونسوار هيسم شو هاللوك الجديد؟ إنه هي عوينة نظر ياللي عم تفجئنا فيه أول شي بونسوار حياتي هي مجرد عوينة نظر لأنه عم نكبر بالعمر ليه خفيت خف نظرك من جمعة لهلا أنا بحط أصلا على القراءة وكنت عم بقرة قبل ما نسجل كيف كان أسبوعيك؟ ليك لا بأس به صراحة يعني هيك بظل كل يلي عم نعيشه نقول الحمد لله دايما هون الوضع بالجبل جيد جدا إنما عم نعيش نوع من مثل ما عشنا هيداك الأسبوعي دارسوت دايما عم نسمع جيدار صوت عم بناقزنا صراحة بس إنه تعودنا عليه شو موضوع الحلقة؟ بلدين والشحاد خدتنا غرامة رميتني للعداء ياما حكيت عن غرامة يا يا ماما وليه وين حلقتنا اليوم مع أنه هي الحدث اللي صار هو متأخر إلى حد ما تقريبا شهر بس من نطلق منه نحنا منه بدنا ناخد موضوعنا ننطلق منه لنحكي عننا موضوعنا ما بعرف إذا مذكرين تقريبا شهر لما الشامي عمل أول حفلة لإلوبي لبنان من البترون تحديدا كان فيه كذا هيك معجبه وخصوصا من العمر الصغير 13-14 سنة عم يطلعوا على المسرح ويتعبشوا فيه ويبوصوه ويقبرني تيزك وهو الخبرية هيك عم بيقولوله وكانت كمان كتير راحت فيديو لبنت عربشت على السيكوريتي وعلى الشباب الأمن وطلعت لعنده حتى هو يطلب قاله ان خليها تطلع وهيك بوسته برقبته وعبطته فترة طويلة هالبنت نفسها بعد تقريبا يومين من الحفلة طلعت بلايف وقالت انه حبيبة تركها من بعد حفلة الشامي لما شاف الفيديوهات تبعها مع الشامي خلينا نطلق أولا بسؤال لإلك انت كيف شفت هيدا الشيء؟ شفتيا انه أوكي صبي صغيري بعد عم بتعيش حياته معجب بحدا لهيدا أو شفتيا انه هبل أو شفتيا ما بعرف لا قد يكون تعودنا على هالنوع من الفيديوهات انه فان هالقد هارتكور فان لفنين يطلع يهجم على المسرح لا يعبد فنينه المفضل أو ينطر للمسه من إيده أو الشيء فبالتالي لا انه كحدث ما استغربته ما استغربنا انه منشوف مثلا سيدي تطلع لعند قاظم السهر على المسرح منشوف مرة تطلع لعند رامي عياش تتصور معه اوكي صبي تطلع عند ما بعرف فهمنا بس انتي ما استفزك الاعمار يعني ما استفزك انه هو عمره 21 وهي عمره 13 ما بالعكس اذا شيء بفهم الشامي انه يطلعوا عليه البنات خاصة البنت اللي بعمره يعني هلأ التعشيس 15 16 انه هيدا جمهور الشامي بس هيدا شيء صحي برأيك يعني انت مش صحي بس انت برأيك رحنا على الصحي بس انه بنات عمرهم 15 او 14 عندهم اول شيء هالتعلق والهوس بشخص من ميل ومن ميل تاني انهم عم يعملوا هاك يعني ما بدي شامية حيتي بالموسم الاول بس ده اكت طبع انه تعربشي على فنان وتبوسيه وتبوسيه على رأبته وتظلك عابدتي وتحسي انه بالموسم الاول من ستار اكاديمي محمد عطية بشار الشطي كان عندهم لقاء مع المعجربين ببيال مش ببيال سوري بالبأشفي صح بالجناح حبيبي انا كنت من بين العالم يلي ركضي تورا الباص طبعهم هن وفلين هلا ايه اختي كانت تقريبا بهذا العمر وكانت كمان تنهار عحمد الشريف انا ركضة وراه فيني رومي على الاساساسور قلو بليز مديلة واو فيني رومي ايام فيني رومي بحبك كتير بحبك هكنا نسمع لفني رومي كله بفهمهم انه كلنا مرأنا بمرحلة من المراحل انه كان عندنا حب زيد لأحد الفنانين يعني بتعتبري شي طبيعي مش انه مشهد هيك هلا انا اي وودن دويت هلا هلا قبل سنتين اذا رامي عياش لا انه ايه انه هلا صار عندي كبرية انا واناقة ما بتسمح لي انه يعني هيك وطي من كرامة كرمي الفنان اذا سميتيها وطي من كرامتي انه ايه بني هيا هيدا الفنان بني ايدم اي انا فا اذا انت عم تعترفي اليوم انه هي اسمه توطاية من كرامتك اذا بديك تطلعي تعارب الشي على ناس وتبكي وتغيبي عن الوعي اكيد اوكي فا اذا ليه عم تعتبريها شي طبيعي بس هو شي طبيعي يصير بغض النظر على انه شو بيعني انه طبيعي طبيعي انه كون هارد كور فان او ما بعد الحفلة تبعة الشامي متل ما قلنا تبعة الشامي تبعة الشامي حبيبة لهيد البنة تتركها نعم انتي لو حبيبة بيقول لحبيبة انه من ورا هيدا الفيديو اللي راح فيرل صح انتي برأيك اكيد طبيعي انه يتركها ما كان لازم يتركها برافو انه تركها عفير الجيل ما كان لازم اصلا يسمح لتروحها الحفلة لوحدة انه انا بالنسبة لقلي انه بدو يخدع قدع على حجمه انه حبيبته she's a hardcore fan للشامي وسيقى بتانه قدرت توصله للشامي و هلأ يمكن الفعل يلي عملته على المسرح كان زيد عن حده لو اكتفينا مثلا بتسليمه بايده للشامي هيك على المسرح بس انه نطلع ونبوسه عرقبته وانه يعني لا هي كم لانه نهارت على صدره وصارت بوسه عرقبته كتير ومثل بيانت مثل كأنه انا ما بدي اقول الفعل بس انه صح انه بيانت مثل كأنه انه انه ملكني خدني اه انا وانا بين ايديك يعني اكتر من انه انا فان لك كفنان بيانت انه انا انا لك على طول خليك جنبي ليا اه ليك انت كانت تركت حبيبتك لو هيك صار هيك تحديدا مثل هيدا المشهد اكيده برجع بيليك استفزني المشهد مش استفزني انه مثلا حبيبتي بتحب هاني شاكل طلعت تصورت معه لا 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 خليني خبرك شي البنت لنكون واضحين اوكي في ناس بيطلعوا بتصوروا مع فنانين بيحبوهن او بيانه بتبوسوا بتصور هي وياه انواو انا حبيبة لهيدا البنت وهي هل قد عند عطش بس عفنين مش أريه هل قد عند عطش للشامي لهي معي تروح لعند حدا عند عطش لك هايسام شو عطش للشامي غلو ان شفت هي البنت كيف عمليت لك اي اي هايسام هيدا برجع بيقليك بس انا اكيد مش هتترك حبيبة للشامي لا انا اللي عم قوله انه لو ما رح تصير ما تقوموا لنا بس انه لو مثلا بيع على المسرح قالت له انه واتفر اوكي ما كانت رح تقعد تسيره ومصلا تسير هي ويه حلا حسب البنت يعني بس رح حسب البنت حدا هالقد وصار للشامي مبلفة انا عم وصلك بانه اللي عندها استعداد حتى لو الشامي اللي عندها استعداد هالقد تنهار على حدا تاني وما تحتري او حبيبة حلا حبيبة ما كان معها بالحفلة بس خيالي كان بالصهرة وطلعت هي وقعدة تفرج عليه شمي عم بسقفة ولا بسورة طيب رح اعطيك شو صار معي مرة هايديك الصيفية قد يكون كنت معزومة على عرس اوكي وكان بهذا العرس في رامي عياش وزوجة داليدة كمان معزومة اعملنا حلقة عن الموضوع اوكي اوكي بتتذكر انت انا كنت عندي من شأني ومن كرامتي وانه كان بوجي كل الوقت رامي عياش وانه سوبر عادة اكيد انه هو آريو وقس بيجي العريس وبيخدني عن رامي عياش لو اتعرف عليه ومنحكي انا ورامي عياش انه من وين وكذا وكذا وبيقلي بوقتها انه وقف الايكوس ومنحكي وقفت وبوقتها كنت اخدي قرار انه خلاص بدي وقفها انه طيب هلأ رامي بيتركني بس لانه قلت انه اوه مي جود رامي عياش قال لي وقفي ايكوس قالورك رامي صار له يوميا بيقلي وقفية انه ليه سمعت من رامي عياش بس انت لوصلت على العرس وشفت رامي عياش ورامي حديك وامتي اتعلقت علقت برقبته لرامي عياش وبوستيع رقبته وامي جود كنفية انا من جوه هكذا عم بيصير فيي بس انا من بره ما بيانت انه انا رامي عياش لقلي لماذا من بره ما بيانت مش بس احتراما لكرامتك إليك حتى احتراما لكرامة زوجك او كرامة حبيبك اللي هو رامي صح نعم فانه هي ما عملت تقدير لكرامة حبيبة اللي هو موجود او مش موجود معا فقال شي يتركها انو انتي ما عملتلي كرام لقلي انتي معي يعني انتي انا محببه اي تنك لانو راح فيرل يمكن لو حصرت ضمن الحفل يمكن حبيبة ما كانت ركبة بس اي تنك لانو صارت حديث البلد ورح يصير كل الناس تقول له انو شو حبيب تكنت ما معلق اي ما رح يحط على نفسه اي انا ما حصيتك كتير كتير لزيزة هيسة وعندي سؤالة للك جدا عميق بما انك حطيت الليونات فهيدا بيدعي للعمق بالسؤال سؤالي بيقول هل يمكن ان نبقى اصدقاء مع الاكسس تبعنا يعني مع عالم كنا بيوم من الايام حبينهم الى اقصى الحدود فينا نصير اصدقاء معهم لكن بحس في عاملين او يعني شغلتان اذا وجدوا نعم هناك عاملين غنوة اذا وجدوا بالشريك بعتقد فينا نحافظ على على صدقتنا اول واحد هو النضج بالعلاقة يعني اذا كانت علاقة ناضجة وفهمانة وواعية مش انه علاقة ما رح اقول الولاد بس انه علاقة انه هايدي طبعا انه بس تركنا بعد سبيتلا وهي سبيتلي هي واحد اثنان انه يكون تركة طبعنا حضارية وهي كمان تنصب تحت موضوع انه نحن حضاريين او واعيين بالعلاقة وناضجين اذا كانوا موجودين ليش لا يعني انت اذا ما قطع اكسبرينس بحياتك حتى لو ثلاث سنين بس كنتوا ناضجين انه لازم نترك ونحن وصلنا لباب مسدود فيك بعد خمس سنين بس تشوفيه هو حتى قطع بحياتك وحبيتيه وعزيتيه بس ما بتعتبر انه انت كل ما رح تشوفها الحبيب الصادق يرجع لك مشاعر شئنا امقى بينه برجع بقلك النضوج بس قول نضوج بكل شي نضوج يعني انت ناضجي انفل بقى تتركته بس ما فيك تسيطر على افكارك لانه ما بقى فيه ممكن المشاعد ما فيك تسيطر على افكارك سمتايمز سمتايمز الافكار بتجي غصبا عنك لا يتركته لكن ما هون اذا في بعض مشاعر يعني في حدا منكم او انت ما كنت بوقتها بلاني تتركه ما عم بحكي عن مشاعر عم بحكي لاتسي كنت على علاقة مع احد الشبيب وطل طل طل طب ما انه انا رح انسى كل شي بس لانه صرت ناضجة انه بدي بدي فكر انه اي لك فيه تفكير اكيد رح يكون عند اتنين انه هيدا الشخص اللي انا بمرحلة من حياتي حبيته وحبني اوكي بس يلا بفترة معين اللحظنا انه ما فينا نكفي مع بعض وتركنا هل عشت نوع من صداقة بعد التركة اي مش صداقة بمعنى صرنا باستيز وكل يوم منحكي لا بس انه بس نشوف بعض او منشوف بعض كتير لانه بحكم يعني صار فيه هيك مثل نوع من قرابة بعد السنين انه بين بعضنا انه اي بس نشوف بعض اوكي انه هلا اكيد اكيد انه انا بفكر وهي بتفكر انه كنا بيوم ليوم مع بعض بس اكتر من هيك ما فيه او انه يارات بعضنا مع بعض او كذا لا برجع بقلك لانه يمكن تركنا بوفاق اتنيننا انه لازم نترك فاتنينتنا منعرف انه يمكن يا خلصة المشاعر يا مش ضابطين ما بتحس انه معقول انك تشوف حبيبتك السابقة معقول ترجع تحرك لك مشاعر يمكن ما كنت عارف انها موجودة بلى ويمكن هلا يمكن اذا عم تشوفيها او عم تشوفيه بعد فترة طويلة وبعد النضج تبعه او تبعه يمكن مثلا تحسي انه انه انا اللي تركنا لانه ما كان نضج هالقاد تركنا لانه كانت مثلا هايدي الشغلة تعملها هلا بطلت تعملها اوكي هايدي اذا انت سنجل لدي تومنجل حتى لو انا مع حدا فهمتي اصدي لا لا مش انه بفكر هيك اصدي هلا انا اذا مثلا متزوج اوكي اوكي انت هاتيك ايزامل لانك اصلا متزوج ولتقيتلي بانسان تركته من عشر سنين وتركته لانه هو ولد عقل ولد اوكي انت ما بتحبي هالعقل اوكي امتي هلا التقيت فيه انت ورامي وقطع وقت وصفا وشو اخبارك وشو عملت اتجوزت وكذا حكاكة ولفتك النضوجه ياللي كان بيفتقده من عشر سنين بمحل معين رح تقولي براسك انه لو كان عنده هيدا النضوج بوقتها يمكن انا كنت بعضني معه يعني انا السبب اللي تركته كرميله هلأ حسنه صار حلو عنده اي فشبيني انه هيدا الشي لا لا بصاصلي رح تقطع هيا الفكرة براسك بس اذا انت حدا تركته ورجعت شفته وبعده متل ما تركته ما رح يقصر معك لانه انت تركته هل تقبل انه حبيبتك تكون على علاقة مع حبيب السابق انه يكون رفيقة وهنا هذا الذي يدعي هنا يعود الرجل الشرقي يستيقظ جوه ما بعرف كيف وليش انه انت هل تقبل يا رامي يكون اصحاب مع حبيبتك السابق نعم كما هو ايضا يعني انا انا ما عندي علاقة وطيدة مع اللي كنت احكي معهم بس ولكن بعدنا من التمن حتى ايه بس انه قدي بتطمن انه تكون هي مسلا انه وين ظهر اليوم ولا مع اصحابي من هن انه انا رح نسميه شربل وراوية انه رح ندي امرأ شربل يخدني ونروح ناخد راوية شربل اللي كنتم من سنتين سوى ما بعرف اده الاسيسي ماذا عن السقة هيسم لا اكيد فيه سقة فيه سقة فيه كتير بس فيه ثقة بشربل لا بس عندك سقة انه لو شو ما عمل شربل هي رح تصده لانه هي معي ولو اكيد اكيد فيه ثقة بس فيه كتير عوامل لكن ما فينا ننكر كمان انا برجع بقالك متى ما حكينا قبل انا ضد انه المجتمع يسيطر على افكاري انا افكاري لا قلق لي بيغضي النظر شو بيحكي المجتمع بس كمان ما فيك تغضي نظر انه بده يقطع كتير اشياء ببالي يعني بده يقطع ببالي انه مثلا اهلي مش اهلي يعني امين اهلي بشكل خالي يمكن يشوفها هيو شاربل واصحابهم وخلي بيعرف انه هي شاربل كان حبيبة القديم فيه انتقاص مش من رجولتي مش من رجولتي بس فيه انتقاص من وجودي لقلي بحياتها انه ليه نعود الى المجتمع هيثم واهمية المجتمع بالنسبة لقلك يعني انت هلأ نوعا ما عم بتفكر انه ش راح يقول المجتمع عني لا عم قلك انه في كتير عوامل واحدة منهم هايدي باللاوعي طبعي لو واحد بالمية سفر فاصلي واحد بالمية موجودة انه انا الناس بس تشوفها مع حبيبة القديم بده تقول انه طب جوزة انه هلأد عم بقولك انا شو بفكر براسي انه جوزة وين وين وجود جوزة مش كرجال وين وجود جوزة حتى هي مع حبيبة القديم هلأ هاي شغلة الشغلة التانية راح اقول انا انه اوكي عندي ساقة فيها بس انه لها عندي ساقة انف بشاربل ثلاثة راح اقول انه انه خلصو ليه بده تكون رفقة مع حبيبة القديم فيها تكون رفقة معه بس مش لدرجة انه يقطع يخدم من البيت نروح يسهر ويرجع طلوع الضو ظاهرين اليوم نتغدى انت ومين انا وشاربل لانه نحنا رفقة لك لا اهلا اكيد بلغت يعني كمان انه شاربل موجود بجروب هي بتروح فيه صفا شاربل بتشوفه مثلا هيك بتجمعات كل سنة بس يجتمعوا طبع المدرسة اكيد صفا بس انه شاربل هلقدر فيه انه انا مثلا قاعدين اليوم بالبيت ولا عازمي شاربل يجي يتغدى انا لا لا تعزمي شاربل انا صرت شرقي بس انه شاربل هو ضمن مجموعة بتشوفيها كل فدرة وصورته كل واحد عنده حياته اكيد احترم هيدا الموضوع وبالعكس تشوف اللي بدا اياه مش بشكل يومي تشوف اللي بدا اياه بس انه بشكل يومي شاربل مسيطر على حياتنا عودة للحلقة اللي عملناها مع وردي انت تؤمن بالصداقة بين الرجل والمرأة اكيد اؤمن فيها اكيد هلا نحن عم نحكي هون مش حيالة صداقة عم نحكي صداقة بين حبيبين بعد تركة اوكي تختلف قليلا بس انه صداقة بيور بين اتنان مثل انا ويكي اصحاب اكيد اؤمن لأبعد الحدود اؤمن انه فينا يكون اتنان اصحاب بقى ما يكون الشيطان التالتون يعني عادي فينا نكون اؤمن فيها بس انه اذا كنتي حبيبتي السابقة وهلا اصحاب اؤمن فيها بس لحد معين بمعنى انه انا كمان احترم رامي لانه انا كمان ما بدنا نكذب عبعد بعرف انه احنا كنا نحب بعض قبل فانه انا بعرف انه الى حد ما انتقاص لرامي اذا انا كل يوم بتيجي تغدى عندك كرفيئتي وانتي من سنة كنتي حبيبتي وفيها انتقاص لرامي اذا انا قاطع اخذك كل يوم مع غيري يا خلينا اكيد اصحاب دايما بس انتبه كيف نكون اصحاب يعني مثلا كتير من صديقات البنات بعضهم لليوم منحكي حتى لوقت متأخر على واتساب يعني مثلا ممكن رفيق تتقلي عايزتك بشي وتخبرني شي سر مثلا او شي شغلة وانا احكي انا وياها ساعة انتان بالليل وجوزة موجود بالبيت بس انا بعرف حالي وبعرفها انه احنا عم نحكي دو من نطاق صداقة بس انا اذا هيدي البنت كانت حبيبتي السابقة انا هل اسمح لنفسي اصلا اني اقعد سيارة لساعة انتان او تلاتي بالليل على واتساب وانا عم فكر انه جوزة يا نايم حد يا عم يحضر تيفي وهي عم تسيرني برجع بقلك ماذا يجعل منك اذا عملت قالي الاحترام لجوزة ولعلاقتها واذا هي عندني سيئة عم بتجرني واذا ما عندني سيئة انا عم جرها يمكن لأنهم فيمتي قصدي يعني من نرفيقة عادية نيناتنا منعرف حتى لو هي عم بتتناسة وانا عم بتناسة انه قطعنا بفترة حلوة فهي لما تقل لي مثلا انه مثلا تشكيلي عن مش تشكيلي عن جوزة تقل لي انه اليوم مثلا صار هيك مشكلة خفيفة انا وياه قل لي ما بعرف شو بمجرد ما هي عم تقل لي ايها وانا عم قل لي طيب روئي وانت بني هي هيدا جوزيك بمحل معين وكأنه عم تبكي عكتفي وكأنه عم بعبطها وقال لي خلص روقي يعني كأنه عم تلجأ لك وكأنه عم تلجأ لي فليه انا بدي كون ملجأك وقلل من احترام زوجيك بس انا اذا رفيقك رفيقك وبيور رفيقك بالعكس انا بشوف كأنك عم تخبر رفيقتك عم تخبريني لقلة وانا حدك وبالعكس يمكن انا بفيدك اكتر لانه انا بعرف انه هو من وين منطلق فيني اقل لك اه ما وحق انا كزالة ما بعمل هيك هيك لانه هو هيك فخليك انت فهمي بهيد المطرح بهيد المطرح انه معلش هو عنده مشكلة وعنده مشاكل فأنا كصداقة وبرجع بقلك انا كل اصحابي البنات اللي مجوزين انا صرت رفقة مع ازواجهم من وراهم مش انه عندي رفيقة جوزة ما بحبه ما بيتيقني وانا ما بيتيقه بس انا رفقة معه لانه هي رفيقتي لا انا صرت رفقة مع ازواجهم ايه قد يكون احتراما للعلاقة اللي انت فيها لاتسيوان تقوم ستومي اذا انا كنت متزوجة احتراما لعلاقتي برامي هو احلى انك سير رفيقكم اتنينكم صح يعني انا هلا تخيلي مثلا رامي ما بيتيقني ابدا وانا ما بيتيقه ابدا بس انه احنا اصحاب انا وياك طب شو انو كيفا بنيه وبيجي انا بفوت لعندي ومتسكر علينا باب استوديو يلا يقعد رامي يمطرنا ساعتين برا مش لازيزة بس تفرق انو انا فيت على بيت حدا هو كمان رفيقه وبيعرف كتير منيح انو مرت رفيقتي لدرجة انو اخته ايه طب انو اوكي اصحاب ايه قد يكون هل بتعتبر انو بتقرأ النواية شو بعمل تقرأ اضعي حلوة القف لما تطلع منك thank you هتلا نكفي شوية بلقاء تقرأ النواية بتتغير حتى الطريقة اي طريقة قصدك لا لا ما بعمل احكي بالله بدي جارب هي طريقة قصدك اقرأ النواية يعني معقولي مثلا لا 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 انت حكي يلا معقولي بديك تجارب بديك شوف كيف تطلع معيك القاف يلا خلاص بتطلع معي بس مبحث بدي اسمع يلا يعني معقول لا بدي عمليا كأنك انت عبدو تشكي هلأ قولي خلاص طيب ايك بحكي طب معقولي هلأ هلأ قرامي يقدر يقرأ النواية طبعا الناس اللي عم بيفوتوا على حياتي يعني بالتالي مثلا انت قرأ نواياك هلأ هلأ بطبيعة الحال بدي يكون قرأ لسبب انه في معايير معينة او تفاصيل معينة بتبين بالشخص اذا هو نيتو حلوي ولا نيتو مقرأ حب تحكي بالقاف كتير عن جد انت فوق بالدعا بتحكي بالقاف حسب بس عصب كتير بحكي بالقاف وبس احكي مع ناس بتحكي بالقاف بحكي بالقاف اه ولا بس انه أنا لأنه على حكم شغلي وجماعتي ومدرستي وبودكاست وكل شيء وحتى اخوتي بيحكوا بالقاف فانه صرت احكي قاف بس انه أنا مثلا بس احكي مع أمي مرات او بس عصب او بس احكي مع هايك ناس من فوق من الضيعة كتير بحكي بالقاف واتش ازاق شي بحبه خد يكون بحب حية على فكرة شخص اسمه سليم عزام سليم عزام خد يكون حمل حرف القاف ومشي فيه وين ما راح وين ما اجي مرات بسأل حالي هيدا السؤال يعني احنا مثلا كببليك فجر درزة او كببليك فجر بيحكي بالقاف نيو تايتل الغنوة وهي سام ببليك فجر دروز لا عم بحكي بشكل عام حيالة ببليك فجر يعني مثلا ايلي الفنان رامي عياش مثلا اوكي انه اكيد رامي عياش بي ضيعته وبنطقته اكيد بيحكي بحب القاف اوكي سير بسأل انه نحنا يمكن بنحكي بالقاف لسبب لانه بتروح لللهجة البيضة اكتر يعني بتروح لللهجة اللي الكل بيفهموها مثل ما اللي جاي من الشمال بيقول مثلا بس ولكن القاف it's not a matter of lغة بايدة او لا القاف حرف فبالتالي انا لما اقول رحت اخد قيلولي ما فيك تقولي قيلولي اصلا اوكي طب يعني معنى الحكي انه القاف هي حرف قصده يعني فهمت انه قاف بس انه هي حرف بس انه هي بيشي مع القاف كتير اشياء باللهجة باللهجتنا الدرزية يعني مثل الشين بالاخر مثل بديش ايه مثل كمان برجع بقلك بشمال مثلا بشرق او بمحتارح بشمال بيكسروا الالف يعني رايح رايح هيك مثلا فبضل ما يقول رايح هو مش لانه بده يتغير لهجته بس انه تلقائيا بس تصير انت بده يقربه اكتر على بجامعة وشغل كل الناس ما بتحكي هيك بده يقربه على طريقتهم لتصير سهلة يعني يصير هيك يا حكي فيمكن كلمل هيك بس انا كتير بحب بحكي بالقاف يعني بحب اللهجة بحسه شوي انا اي لوفت دبشة لا تقيلة تقيلة ايه لاي لاي يعني هيك لانه انا بحسه لهجة حلوة صراحة عنجد ما بعرف مش انه ما انا نعم انه تقيلة تقيلة لانه ما في اني انا يكون عاب بحكي معاك و اقرد تقاف يعني لايش بفيكيش تقرد تقاف يعني شو بيصير معاك اذا قردت لانه نحنا القاف طبعا درزية اي اوكي يعني ما انا قاف اللغة العربية هي قاف قاف ما بعرف كيف يقولوا قاف انه قراءة لا نحنا اسمها قراءة بالقاف ما عندي مشكلة فيها انا بحب بحب تقيل لهجة بس برجع بقول انا ما بغيرها لاني مستحي فيها انا بغيرها لانه احترم انه انا بمطرح انه بقرب لهم اياها شوي يمكن يحصوها هيك غريبة شوي ايه ما بعرف عودة لموضوع انا بحب كيف ايه ما بعرف كيف نقلنا على القاف اه من ورا الشي انا قلته بالقاف قلتلي انه قد تكون حلوة كيف بقولها للقاف فاذا انت هيسام مع صداقة بين الانت والرجل انما دمن اذا بدك حدود وين تكمس تو اذا كانوا اكس لوفرز اكيد حدود بشكل كبير منه ومنه برجع بقول احتراما لوين هي صارت ولوين هو صار يعني هي احتراما لمرته هو احتراما لجوزة كيف بتفسر اذا شخصين متزوجين اجا حبيبة السابق اوكي وحست له شي هلا هيدا بيعني انه في شي ناقص بعلاقتها مع مع زوجة لحست له لشي لحبيبة السابق يعني اذا هون بنا نلوم مش بنا نلوم بس بنا نقول انه لانه عندها ناقص مع جوزة حست لحبيبة السابق منو فيه يكون كيف معقولة نفسرها بشي تاني انو فيه يكون هي ما بتحب زوجة ايناف ما اخذته عن حب ايناف اخذته عن قناعة وبعدها بتحسله للي قبله شوف همت قبل انا شو قلت انا هيك قلت اه اوكي مش انو لا لكن شو خص جوزة هي اخذته عن قناعة مش عن حب اه لا هي يعني هي عم بتسوق مشاعرها اوقات ومنطقة اوقات تانية بس هي كلمة هي مع المنطق هي مع جوزة كلمة هي مع المشاعر عم تحس انو انا في شي جاب بين هاي المشاعر هيدا الشخص حديدا ما عم بيمليلي هلاني انا ما بحبه سؤال تاني انت بعدك سنجل بس قطع عشر سنين على علاقتك مع احد الاشخاص واجه بعد عشر سنين نفس الشخص من عشر سنين تركته لأسباب هل اذا اجا بعد عشر سنين وطلب القرب بتعطي فرصة طالبين الارب لكن على حسب الاسباب اللي تركنا كرمالا واذا تحسنت برجع بقلك هلأ اعطيتك اجزامبل يمكن نحنا تركنا لانه ما في نضوج كافي هلأ صار في نضوج كتير يعني بتعطي اصدف فرصة لعلاقة كانت موجودة اذا ما في شي بيمنعنا واذا تصلحت الاشي اللي تركنا كرمالا واذا ما تركنا عن خلاف كبير واذا تركنا برجع بقلك بواعي وبنضوج ليش لا يمكن هيدا هو الشخص المقدر لقلي من الاول بس مقدر انه بهيدا العمر نحنا نكون مع بعض مش لما كنا من عشر سنين لانه من عشر سنين يمكن ما كانت واعي هل بتحبز الزواج من غير الدين بحبز يعني بشجع لا لا بس انا احترم الكل اللي بيعملها بس انه انا ما بعتقد اني بعملها صراحة بس انا بحترم كل اللي بيعملوها يعني بعرف كتير ناس عاملينا وجدا احترم هيدا الشي بس انا ما بحب من اي منطلق من منطلق انه كيف بدنا نعيش سوى على نفس هيا انا بعدنا عم نحكي على فكرة مش القاف بعدنا عم نحكي انه انا القاف ايام بعدلها شوي بنتبه لانه المحيطين حولي او بيئة اللي انا هلأ فيها ما بتستعملها مثل انه مثلا ما بعرف يعطيك اجزامبل تاني فاذا على اصغر تفاصيل عم فكر هيك تخيلي انه اتنين زواج يعني انتي عندك الاحد مثلا اذا هي مسيحية انا درزة لنحسب انه هي عند الاحد مثلا اشياء معينة او فرائد او اشياء مقدسة تعملها ولادنا بعدين على اي اساس بدي ربيهم على منطق الا او منطق الا الا اكيد على حب الله دايما بس انه فيمتي قصدي نعم فبحسب شوي هالحساب بس انه اذا صارت اذا صارت يمكن بروح فيها طب هي بس انه انا لا احبزها كتير لقلي لانه باعتبر انه فيه اختلف انا شخص كان عندي كتير ثورة داخلية على اهلي وانت كامستو لما كانوا يقولولي انه لازم تتجوزي واحد درزة ما كنت افهم انه كيف طب انا بمدرسة مختلطة انا بجامعة مختلطة فيها اغلبية غير درزية وكانوا الدروزة بينعدوا على الاصابيع الخمسة كيف بدكن يعني كنت عن جد هيدا الموضوع يشكل لي عقدة اذا بدك مع الشباب وهي كي سبتي مع درزة بلا ما تقصدك بعد عمر طويل مع الندوج اكتشفت انه ايه بحبز اكتر انه اخد شخص من ديني فقط لاجل البيئة لانه انا اذا بدي اخد حدا من برات ديني بطبيعة الحال بدنا نكون تنينتنا من فتحين لدرجة انه لا هي بتروح نهاري الاحد لا تساع على الادس بالكنيسة ولا هو مثلا بيصوم برمضان عرفت هل نوع من انفتاح ايه بس انه في ناس بيعملوها انه انت على دينك انا على ديني بس احنا متزوجين كمان ممكن هيك بس هاي دي بديك بس انتنتبه على شغلة ولادكن وبديك تنتبهي انه لا فيك تفصلي عن عائلته ولا يفصلي عن عائلته صح انا اكتشفت انه لا شك انه البيئة والعادات والتقاليد هي اللي بتلعب الدور الاكبر حتى لو قلنا بيلاقلك كل ما تحس حالك ضمن هيك راحة نفسية اكزاكت اعرفت بس اكيد احترامنا لكل اللي بيعملوها اكيد وانه هي هو الحب مش انه احترامه ومش احترام هاي دي حرية شخصية ان شاء الله بتظليك تحبي وتنحبي وان شاء الله يا رب يا غنوة نشوف لك هيك كتاكيت صغار ما حكيت عن ضافيرة اني شو يعني بقرة ديني ماركية زرقة هي بقرة زرقة ما فيما كتيرو عم بيلاقوا استحسين استحسين فبليز حكونا على الاران عم تظهر على الاسفل الشاشة اذا بدكن متلون شك اران لودا بيوتي بي الزلق لودا اسمها لودا هي اوكرانية او اوكي تحيي للودا ان شاء الله تكون ما شو سبونسر لا لا بباليش فعلا انا بحياتهم ما طولوا ضافيري اذا اي حد عبروا يعمل سبونسرشيب لبرنامج يخبرنا بنهاية الحلقة نحن في عنا خبرية عبرنا نخبركم اياها هيك بشكل سريع ما بعرف اذا رح تحبوها او رح ما رح تحبوها نحن رح نكون ببريك لفترة تقريبا ونرجع لكم بشهر سبتمبر هلأ رح يكون نحن بريك لتقريبا ثلاثة او اربع اسابيع وبعدين منرجع بحلة شديدة حابة انه هيسم قرر لا قررنا سوى مش من تلقاء نفسه بس قصدي انه تفجئني هيك على الهواء لانه بعرف انه صعب تطلع منك وصعب تطلع مني كمان وكتير كان هيك قرار صعب حتى ناخده عن جد حتى لو غيب سريع بس رح نغيب لفترة رح فسر لكم بس شغلة نحن من لما بلجنا البودكاست لهلأ يعني من خمس سنين لهلأ ما اخدنا ولا بريك كنا يمكن نبقى جمعة جمعتين ما نطلع حلقة حسب ضغط الشغل انه ما عن جد ما اخدنا بريك طبيعي ولانه هلأ صيفية ولانه اشغالنا حسينا انه صار بيسوى انه ناخد بريك صغير لا نرجع بمحتوى لا نرجع بافكار جديدة رح تشتقولنا اكيد مثل ما نحنا رح نشتق لكم ما تنسوا بهيدا الوقت تكونوا عم تسمعوا لحلقات قديمة اذا اشتقتونا وحكونا ساعة اللي بدكن ونحنا رح منكون بكل اسبوع عم ننزلكم بوستيات نذكركم بحلقات قديمة عابلنا انكم تسمعوها بهالوقت هيصن بما انه طلع هو بهالفكرة هو رح يكون عم يعمل هيدا الشي ملتقنا ثلاثة او اربع اسابيع منحب كن قد ثلاثة او اربع اسابيع اربع اسابيع رح هيدا الحلقة رح بتكون عم تنزل بشو ديت لحظة فإزا رح تكون عم تنزل هيدا بخمستاش الشهر بخمستاش يعني جمعة 22 أب لا جمعة 29 أب نرجع بنص سبتمبر رح نرجع فإزا نعم بتاني جمعة من شهر سبتمبر هيك منرجع مع مع فترة الخريف ومع فترة هيك الجريد تبع الخريف بأفكار جديدة وبيحل جديدة رح اشتقلك من هلأ الوقت اشتقونا من هلأ الوقت حبونا عملوا سبسكرايب وأكيد سمعوا كل حلقاتنا على مواقع أكيد ودعمونا دايماً قد ما بتقدروا لايك سبسكرايب وكمنت واللي بتكون ياه منحبكم قد الدنيا رح اشتقلكم كتير من هلأ الوقت كونوا جود ثري ثلاث ثلاث واحد باي سيو ان سبتمبر اشتقل اشتقل تورا 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 تورا這樣子